مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز على شاشة القناة الأولى جمعنا لكم كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على السوشيل ميديا على مدار الأسبوع ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقر ترانز of the week أحمد رفعت يفجع السوشيل ميديا ذكرى استشهاد أحمد منسي مشاهد مرعبة من فرنسا ويلا بينا نعرف كل التفاصيل حالة من الصدمة الكبيرة سيطرت على كل وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت عن عمر 31 سنة أحمد رفعت كان اتعرض في شهر رمضان الماضي الوعكة صحية مفاجأة قدت لتوقف عضلة القلب وده كان من خلال مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري وقعد أكثر من شهر في المستشفى وخرج من أسابيع وليلة وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي إلا أنه يوم السبت اللي فات توفى بشكل مفاجئ في منزله بعد توقف قلبه مرة أخرى وكان من الفيديوهات اللي تصدرت الترند واللي متعلقة بالقصة دي فيديو هتفات جماهير الزمالك والإسماعيلي باسم اللاعب الراحل وكمان اللفتات اللي تم تعليقها وربنا يرحم أحمد ويصبر أسرته وكل أهله من أجمل الصفات في الشعب المصري أنه عمره ما بينسى أبطاله ومهما طال الزمن بيفضل فاكرهم بيخلت ذكرهم وده اللي شفناه اليومين اللي فاته بعد ما تصدر اسم الشهيد أحمد منسي الترند في ذكرى استشهاده هو وعدد من أبطال الكوات المسلحة أثناء الدفاع عن كمين البرد ربنا يرحم منسي وكل أبطال الكوات المسلحة ويحفظ مصر وجيش مصر الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي واللي تصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت فيديو حقيقي مش لقطة فيلم رعب أو فيلم خيال عني ولكنه مشهد حقيقي رصادته واحدة من كاميرات المراقبة الخاصة بموقف السيارات وحصل في فرنسا بسبب الأعصار وده الأعصار القوي جداً اللي اتعرضت ليه المدن الفرنسية الأيام اللي فاتت واللي قدى زي ما احنا شايفين كده إن السيارات كانت بتطير في الهوى من شدة وقوة الأعصار وبكده نكون خلصنا فاكر ترانز أوف دويد ودلوقتي يجي معنا مع فاكر تسكوب من أكتر الموضوعات اللي متصدر الترند على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت كان الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي واللي شاهدت تغيرات واسعة وطبعاً شفنا تعليقات كتيرة على السوشيال ميديا ومطالب من المواطنين وحاجات كتير مستنينها من الحكومة الجديدة واللي بتواجه الكتير من التحديات فأكتر من ملف منهم مثلاً ملف أزمة الكهرباء وملف الأسعار وعشان نتكلم أكتر عن الموضوع هيكون معنا دلوقتي مدخلة من الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه أهم التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة الحقيقة يعني هناك الكثير من التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة وفي مقدمتها طبعاً كل ما يشغل المواطن المصري وكل ما يعني ينتظره المواطن المصري من إنجازات من هذه الحكومة يمكن حدث أشارتي إلى ملفين من أهم الملفات العاجلة الحكومة الجديدة بقى هتواجهها ويعني هناك تكلفات إن يتضح حلول سريعة لها الأول طبعاً موضوع أزمة الكهرباء وموضوع التخفيق الأحمال رئيس الوزراء في أول اجتماع عقده بعد تشكيل حكومة الجديدة كان اجتماع خاص بالكهرباء وموضوع حل مشكلة الكهرباء والحقيقة كانت حاضر وزير الكهرباء الجديد ووزير البترول الجديد وكانت تعليمات رئيس الوزراء واضحة وصريحة لهم إنهم لابد أن تكون هناك حلول عاجلة جداً لهذا الموضوع بحيث إن ابتداء من الأسبوع الثالث من هذا الشهر يبدأ تقليل موضوع التخفيق الأحمال إلى حد كبير وصولاً للانتهاء تماماً من هذه المشكلة الحلول طبعاً سواء متعلق في توفير الوقود بشكل سريع تم تخصيص واحد واثنين من عشر مليار دولار لهذا الموضوع وكمان على المدى الطويل الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة بحيث تكون هناك مصادر غير تقليدية للطاقة وده طبعاً من ضمن الملفات اللي بدأ العمل عليها بسرعة القضية الثانية بالتأكيد طبعاً قضية الأسعار وضبط السوق ده كان تاني اجتماع عمله رئيس الوزراء في اليوم الأول لعمل الحكومة الجديدة كان الاجتماع الأول عشر قربة الاجتماع الثاني كان على طول عشان موضوع ضبط الأسعار فعلاً يعني الوزير التمويل الجديد واخد تكلفات واضحة وصريحة أنه هو خلال وقت قليل يتم العمل على ضبط الأسعار من خلال إجراءات وقاليات أولاً توفير السلع والمنتجات بشكل كافي نشر المناطق اللوجستية اللي هي يتم من خلالها توفير السلع بأسعار مخفضة وأسواق الجملة في مختلف المحافظات في نفس الوقت طبعاً موضوع الرقابة على الأسواق وتجديد الرقابة ومنع أي ارتفاعات غير مبررة أو إخفاء للسلع أو غيرها فدي يمكن الملف الثاني اللي على طول الحكومة بدأت العمل عليه طبعاً هناك ملفات أخرى بتشغل المواطن على سبيل المثال موضوع التعليم من ضمن الملفات المهمة اللي بتشغل المواطن المصري أيضاً فيه محاور لتطوير التعليم فيه حوار مجتمعي أعلن عنه وزير التعليم الجديد بشأن نظام الثانوية العامة وهيتم عقد حوارات مع مختلف بحيث يتم الاستماع لرؤى المواطنين والجهات المختصة والخبراء كما تعلق بتطوير نظام الثانوية العامة وإزاي ممكن يحقق الهدف منه أن يكون فيه مخرجات للعملية التعليمية تتفق مع سوق العمل ويكون فيه مناهج يعني لا تعتمد على الحفظ بل تعتمد على الفهم وعلى الإبداع موضوع طبعاً الصحة من أهم الملفات أيضاً موضوع تطوير خدمات صحية التوسع فيه التأمين الصحي الشامل ومتده في مختلف المحافظات يعني دي ممكن أهم الملفات اللي بتهم المواطن المصري طبعاً إلى جانب ملفات أخرى الإحفاظ على الأمن القومي نشر فكرة الدين المستنير الجانب الثقافي والنشر المراكز الثقافية والاهتمام بالجانب الثقافي للمواطن كل دي طبعاً ملفات يمكن رئيس الوزراء كان عرضها باستفادة على مجلس النواب ومجلس النواب بيدرس كل ذلك وهيعد تقرير عنه خلال عشر سيال طيب وبالنسبة فيه مشاكل أخرى طبعاً زي توفير الدولار وعلاقته طبعاً بالجنيه المصري هل فيه كان أتفضل نعم أولاً يعني فيه تنسيق تم فيه اجتماع عقده رئيس الوزراء بعد تشكيل حكومة الجديدة مع محافظ البنك المركزي وتم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق ومستمر بين الحكومة والبنك المركزي ومن خلال السياسات المالية والسياسات النقدية بحيث يعني لا تعود مرة أخرى أزمة الدولار ولا السوق السوداء اللي تم القضاء عليها طبعاً فيه إجراءات لضبط الأداء المالي لتحت الفرصة للقطاع الخاص إنه هو يستثمر ويتوسح في إنشاء المصانع الجديدة فيه جذب الاستثمار من ضمن المحاورة المهمة اللي حكومة بتعمل عليها لأن جذب الاستثمار وتشجيع الصناعة وسمحن القطاع الخاص بالتوسع كل ده يعني إن تكون فيه مصانع أكثر يكون فيه مصانع جديدة ويكون فيه توفير أكثر للمنتجات محلياً لأن يمكن اللي بيساهم في زيادة أسعار السلع الاستيراد من الخارج لأن تكون الاستيراد بيكون مرتفعة فكلما كان هناك اهتمام بالصناعة وتشجيع للصناعة وتشجيع القطاع الخاص وإنشاء مصانع محلية معناها إنها تتوفر المنتجات محلياً معناها إنها يتم تخفيق العب عن العملات الأجنبية لأننا طبعاً هنقلل فاتورة للسيراد فيخف العب عن العملات الأجنبية وبالتالي يزيد من قوة الجنيه المصري وفي نفس الوقت تشجيع الصناعة المحلية من المستهدف مش ممكن المستهدف أنه يؤدي إلى زيادة الصادرات فيه مستهدف للحكومة أن يزيد الصادرات 15% سنوياً فزيادة الصادرات أيضاً تعزز من موارد العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري وده يخافف الضغط عن الجنيه ويزيد من قوة الجنيه أيضاً مضاعفة عدد السياح الحكومة الجديدة لديها خطب مضاعفة عدد السياح وبالتأكيد طبعاً مضاعفة عدد السياح يعني توفير موارد للنقد الأجنبي كل دي إجراءات بتهدف إلى أن طبعاً تخفيف العبط عن العملات الأجنبية زيادة قوة الجنيه أمام الدولار وأمام العملات الأجنبية الأخرى وده إن شاء الله مع التوسع في الصناعة ومع زيادة الصادرات ومع مضاعفة عدد السياح ومع توفير موارد نقد أجنبي من خلال هذه المجالات كل ده إن شاء الله هيحقق تراجع للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري طيب من أكبر المشاكل حالياً اللي شغل الناس يمكن على السوشال ميديا هي أزمة اللاجئين تفتكر التعامل هيكون معها إزاي؟ الحقيقة أزمة اللاجئين أيضاً من أزمات المهمة الحكومة فتحت ملفها بالفعل يمكن شفنا فيه طلب من اللاجئين أن هم يسجلوا أسماءهم ويكون فيه تسجيل حتى طبعاً يكون فيه انضباط في هذا الموضوع ويكون معمول حسابهم في كل الخدمات المطلوبة ويعني تقنير أوضاع اللاجئين من أول الخطوات للتعامل مع هذا الموضوع ويعني في نفس الوقت بتكون فيه ضوابط للاجئين الموجودين في بيانات عنهم بما يكفل توفير الخدمات لهم وأن يكون معمول حسابهم في الخدمات المختلفة فده يعني الملف ده مفتوح والحكومة بدأت التعامل معه بالفعل بحيث يعني ما يكونش فيه يعني نقول لاجئين غير مقننين أو لاجئين غير موجود بيانات عنهم ويكون فيه موضوع ضبط لهذا الموضوع وزي ما بقول الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لها أستاذ كامال رايان صحفيين المتخصص في شؤون مجلس الوزراء وأشكر حضرتك جدا على المدخلة وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا استنونا وجامعتنا دلوقتي مع فقرة السوشال لاب اللي بنحلل فيها أكاونت المشهير وبنتابع تفاعلهم على كل الأفريكيشنز بتاعتهم على السوشال ميديا لقينا أنها عندها على الإنستجرام 20 مليون و 500 ألف متابع وهي بتابع 917 أكاونت هانا الزاهد نشرت لحد الوقتي حوالي 154 صورة وفيديو تعالوا نشوف تفاصيل الصور والفيديو طبعا معظم الأكاونت عبارة عن مشاهد وصور من أعمالها أول حاجة لفتت نظرنا أنها نشرت أكتر من 200 إطلالة لها في مناسبات مختلفة ودايما بتتقلق في اختيار إطلالتها اللي دايما بيكون مختلفة ومتنوعة المعروف عن هانا الزاهد حبها للفوتو ساشنز ودايما من فترة للتانية بتحب تنشر فوتو ساشن جديد فلاقينا أنها نشرت أكتر من 100 صورة من فوتو ساشنز مختلفة هانا الزاهد بتحب السفر جدا وخصوصا الأماكن اللي بتتميز بالمناظر الطبيعية ونشرت أكتر من 30 صورة لها وهي في بلاد مختلفة من الإنستجرام نروح للتيك توك هنزاهد من الفنانات اللي ليهم قدور كبير جدا ومميز على التيك توك ودايما الفيديوز اللي بتنشرها بتتصدر الترند بشكل كبير بتابع هنزاهد 7 مليون و800 ألف وهي بتابع 2 أكاونس وحققت 25 مليون و200 ألف لايك وبكده تكون خلصت فقرة السوشال لاب وعرفنا هنزاهد بتعمل إيه على السوشال ميديا يمكن أكتر موضوع الناس بتتكلم عنه اليومين اللي فاتوا هو موضوع الحزن والضيء والمشاكل اللي ممكن تسببها الضغوط النفسية لصحة الإنسان وده طبعا بعد الكلام الانتشر عن أنه السبب الأساسي لتدهور الحالة الصحية للروح الأحمد رفعت كان الضغوط النفسية الكبيرة اللي اتعرض لها وده اللي خلا ناس كتير قوي تسأل هل ممكن الحالة النفسية السيئة تؤدي للوفاء أو يمكن أزمة صحية كبيرة ولأن الموضوع فيه أسئلة كتير هيكون معينا في الستوديو دلوقتي الدكتور محمد الفايد استشاري الصحة النفسية والحقيقة ضفنا من أكتر الأطباء النفسين الفيديوهاتهم ونصايحهم محقق انتشار كبير جدا على السوشال ميديا أهلا بحضرتك يا دكتور يا أهلا بيكم حضرتك أكيد سبعة التقديمة وفعلا الناس تتخضط جدا بعد وفاة أحمد رفعت أول سؤال سأسأله حضرتك هو السؤال اللي يمكن أنا لسه ترحوض الوقتي هو هل فعلا الضيء والحزن ممكن يؤدي الوفاء يعني كنا بنسمع أنه ممكن الواحد يعي ممكن الواحد يكتئب ممكن الواحد قلبه يجعه بس هل ممكن الحزن يوصل أن الإنسان يموت طبعا ممكن الأول بس بنقدم تعزينه للعب المصري أحمد رفعت الله يرحمه احنا شفنا الموقف ده حصل كتير يعني مش أول مرة تحصل ممكن فعلا كسرة الضغوط تأدي إلى توقف عضلة القلب أخطر حاجة يعني احنا كنا دايما بننادي بنقول يا جماعة أخطر حاجة ممكن تؤثر على صحة الإنسان وتبقى كفيلة أن هي فعلا حرفيا تقضي على حياته ولا أشهر الأمراض يعني ولا السرطان ولا السكر ولا كل الأمراض الخطيرة دي هو الاسترس الاسترس بيجي من إيه؟ بيجي من قسرة التراكمات أن أنا أفضل شايل في نفسي وأكتم مشاعر سلبية كتير وضغطي يحصل فيه مشاكل مع الوقت ممكن فعلا يؤدي إلى مرحلة أن أنا خلاص ما بقتش قادر أستحمل ده طبعا بيعمل تغيرات فيسيولوجية كتير جدا بيأثر على ضغط الدم على إفراز الهرمونات بيأثر على عضلة القلب فعلا ممكن توصل احنا شفنا كتير أن حد تلاقيه الدايق قوي قوي أو كتم في نفسه كتير قوي فجأة يحصل له مشكلة ضغطه يعلى قوي ممكن تؤدي إلى جلطة ممكن تؤدي إلى سكتة دماغية ممكن فعلا تتوقف عضلة القلب فده فعلا كلام علمي موجود وخطير جدا وإحنا ندينا بيه كتير جدا أن أنا ما سيبش نفسي أبدا للمرحلة دي لأنه فعلا بيمثل خطورة كبيرة جدا على حياتي طيب دكتور سعاد بنسمع أو بنقول كلمة قلبي بيوجعني لما بيحصل مثلا توطر أو بيحصل أن الواحد بيعدي بظروف صعبة أو حاجة وجعيته أو فقدين إنسان غالي أو عزيز عليه هل كلمة قلبي بتوجعني أو قلبي بيوجعني ده بيكون فعلا بيحصل أن القلب بيوجع ولا ده بيكون إحساس مثلا نفسي فهو بيقول عليه كده فكرتيني بلقاء مع مجدي عقوب طبعا طبعا كتور مجدي عقوب قال كده حرفين يعني سألوه نفس السؤال ده قال لهم أيوة الحزن بيؤثر على القلب بمشاعر سلبية سماها بروكن هارت أو متلازمة القلب المقصور إن كسرة الحزن بتضعف عضلة القلب وبتأثر لأن ده بتتحول إلى شحنات داخلية وبالتالي بتأثر على عضلة القلب وقال كده حرفين واللقاء موجود حتى والناس كتير شافوه موجودة على اليوتيوب قال إن بيبقى الخطورة هنا إن ممكن لما القلب بيبتدي يضعف قوي الخطورة إن ممكن فعلا الإنسان ده يموت قالها كده وده دكتور مجد يعقوب طبعا حتى بيسألوه وممكن القلب بعد كده يرجع تاني ويبقى أقوى ويرجع لحالته الطبيعية قال لهم أيوة بس يا الخطورة إن في الوقت ده ممكن فعلا ففكرة إن أنا قلبي وجعني طبعا ده بيبقى إحساس فعلا صادق وحقيقي من الإنسان اللي بيشتكي يمكن إحنا ما بنفهمش يعني إيه قلب واجعه أو إيه أو بناخدها كلمة كده لكن هي فعلا بتكون حقيقة وفعلا بيتأثر بيها حتى أعضاءه كمان مش بس القلب يعني لما الإنسان بيتعب قوي وبيبتدي يبقى عنده مشاعر من الاكتئاب ومن التوتر ومن القلق بتحصل له مشاكل يعني مثلا خلينا نتكلم عن القولون العصبي مشاكل كتير في المعدة فكل الحاجات دي أكيد بتأثر علينا على المستوى الفيزيكال أو الجسدي أيضا وبالتالي بتترجم في صورة أمراض منها توصل فعلا زي ما احنا بنقول النهاردة أنه ممكن حياة الإنسان كلها تنتهي في لحظة من الزعب طبعا للأسف طيب حضرتك قلت لي أنه ممكن ده يحصل طبعا بس الواحد إزاي يعرف أنه مضغوط يعني ساعت الرحلة اليومية بتاعة الحياة إحنا تعودنا عليها ما بنبقاش عارفين مثلا هو أنا النهاردة تعبينة ولا أنا تعودت أن فيه سترس معين هيحصل في اليوم مع الأطفال مع الشغل مع الحياة اليومية العادية إزاي الإنسان يعرف أنه هو دلوقتي بيمر بدغوطات وأنه هو محتاج يتكلم أو محتاج يشوف حد مختص أكتر حد بيحس كده هو الشخص نفسه أو الحالة نفسها لأنه هو بيبتدي ما يطلعش كلام كتير عايز يقوله هي دي الخطورة الحقيقية والنفسي كل الناس تسمع الكلام ده أن التراكمات الكتير بتخلي الإنسان عارف إحنا لما بيجي علينا وقت كده نحس إن إحنا مش قادرين نكلم حد مش عارفين نعبر عن الجوانة مش عارفين لو إحنا بنشتغل ولا نروح ولا نيجي مش عارف أركز في الشغل يعني دي من أهم العلامات اللي بتحصل وبيحصل لي عملية تقاوكع كده مش عايزة رد على تليفون مش عايزة أكلم حد دي مثلا تعتبر بداية اكتئب؟ طبعا وبيبتدي النرف كمان بتاعي بيعلى يعني بمجرد ما يحصل أي موقف حتى لو بسيط بيبقى رد فعلي عليه عنيف عنيف جدا أو أعمل أي تصرفات ما كانش طب يعني نقول إيه ده لأ يا ريهان ما كانتش كده أو إيه اللي حصل لها بتلاقي ردود أفعال غريبة جدا بتحصل تعرفي على طول أن انت هنا ضروري جدا أن انت لازم تروحي لأخصائي أو استشاري عشان الحالة ماتة تدهورش أكتر لأن هيحصل زي ما قلنا ودي الخطورة بقى دي الدرجة اللي بعديها اللي بتحصل إن بيبتدي الجسم يتفاعل عصبيا مع المشاعر أو زي ما بييجي بقى panic attacks و palpitation وكده بالظبط يعني ناس بيجي لهم ضربات قلب سريعة ما بيجوش عارفين ليه مش عارفين يتنفسوا كويس مش عارفين ليه بالظبط في ايه تاني لا فيه حاجات كتير جدا هتلاقي بيحصل مشاكل في المعدة يعني من ضمن الحاجات فيه ناس بترجع فيه ناس بترجع مثلا ده وخصوصا في الحالات بتاعة الخوف والتوتر العالي قوي ممكن يحصل كده لأن بيحصل مشكلة زي ما قلنا على المستوى الفيزيكا أو الجاسها دي أكتر فيبتدي مثلا يحس إنه هو زي ما انت قلت مش قادر ياخد نفسه حموضة المعدة بتتغير فيبتدي يحصل له مشاكل كتير وأعراض كتير جدا دي كلها علامات يعني كأن الجسم عمال يديك ألارم فيه حاجة غلط بتحصل وللأسف فيه ناس كتير بتكمل فالحالة بتتدهور أكتر قصد حضرتك أنهم بيسيبوا نفسهم يعني آآ يعني ما بينتبهش للموضوع ده أو بيحس إنه مجرد حاجة وهتعدي وهتعدي وهي للأسف بتترقم أكتر في عندنا كده جهاز اسمه الجهاز السنبساوي والجهاز البارا سنبساوي اللي هم الجهاز السنبساوي ده عامل زي كده عارفة البنزين بتاع العربية حاجة كده مطور شغال على طول ده بيفضل شغال على طول بس أحيانا بيشتغل أكتر كمان لما بيحصل أي مواقف زي اللي بنقولها من ضغط عالي من نرفزة من مشاكل من استرس من كل حاجات دي فالجهاز ده كأنه بحمل عليه أكتر فيبتدي يرفع ضغط الدم يبتدي أنه هو ضربات القلب تزيد أكتر التنفس يحصل فيه مشاكل الكلام ده عكس البرا سنبساوي اللي هو الجهاز اللي بيخليني ريلاكسيشن أو يخليني أهدى أو يفارمل يعني كأنه ده الحاجة اللي ماشية ودي الفرامل بقى اللي هي بتهدي تاني بس المشكلة أنه لما بيحصل نيرف عالي قوي أو حزن جديد جدا زي ما قلنا بيأثر على عضلة القلب بيخلي كمان الجهاز المناعي كفقته تنخفض جدا فبيبقى مناخ أكتر أن أي فيروس مثلا أو أي حاجة تحصل للجسم بسهولة يكاتش أكتر أو يأثر علي أكتر يعني شفت الموضوع بقى بيمشي إزاي عشان كده ممكن فجأة يحصل لحاجة ممكن فجأة إحنا بنشوف ناس وده بيحصل بقى أكتر بكتير جدا بيحصل لهم جلطاتنا زعا فأماكن بقى الله أعلم هيحصل فيه إيه وفيه حاجات بتكون صغيرة أنا عندي واحدة صاحبتي كل ما تزعل وتتضيق بجد بيجي لها برد مناعتها بتنزل خالص فبيجي الفيروس يكاتش على طول بالزبط على حسب بقى ممكن تصابي بإيه يعني إحنا هنا بنبقى قدام توقعات كتير جدا فالله أعلم ممكن يعني زعل بينزل من المناعة ده 100% طبعا فما بالك بقى أن أنا زعلت وكتمت مشاعر كتير وضغتي ما بقاش مظبوط وهنقول بقى كولون ومعدة فتخيالي أن جهاز المناعة قد إيه بقى ضعيف لدرجة أن أنا وارد أن أنا يحصل لي أي حاجة لأن ده الجهاز اللي بيحمي الإنسان طب دكتور لما الواحد يحس بالأحاسيز دي حضرتك بتقول لازم يروح يشوف مختص طبعا الأسعار بيت غالية جدا بتاعة الدكاترا النفسيين والسايكولوجست والحاجات اللي احنا بنسمع عنها كتير اللي بتساعد البني آدم أنه يمر بالمشاكل اللي عنده أو أنه يعديها ويتخطاها فإيه اللي ممكن يحصل تاني يعني فيه أي حلول تانية طبعا مش كل حد يقدر مش كل حد يقدر وكلنا عندنا مشاكل وكلنا بنزعل وكل يوم نتوتر بس فعلا الأسعار بيت غالية جدا في العيادات أن الواحد يروح يشوفه وماله معاك حق وإذا كان فيه برضو مبادرات بتحصل كتير وفيه بعض الجامعات بتعمل أسعار رمزية أو كده بس خلينا نقول برضو طب هل ممكن فيه حاجة تساعدني أو فيه تدريبات معينة ممكن أن أنا أعملها شفتي لما كنا بنتكلم في السمبيساوي أي إزاي يخلي بقى السمبيساوي ده يشتغل أكتر آه طبعا فيه تدريبات وياريت نستعرفها وتطبقها بداية مثلا من تمرين التنفس الاسترخاء يعني لما حس أن أنا فيه أي سترس أو فيه خلاص أنا ضغطي مش مظبوط أو ضربات قلب فيها مشكلة هاعد فورا فيما ياريت هاشرب مياه طبعا في الوقت ده واعد في مكان هادي وابتدي أخد تنفس شاهيك وزفير من البطن يعني بحس أن أنا النفس طالع من البطن باخده كده بعدات 4-2-4 يعني أخد النفس وأنا كده مغمد عناية وصيب جسمي خالص ريلاكس وعد 1-2-3-4 واجتم النفس سانيتين وأرجع أخرجه تاني 1-2-3-4 عشان كده بنسميها 4-2-4 الفكرة هنا في الطاقة والإحساس يعني وأنا باخد النفس بحس كده أن أنا بعمل عملية كده استنشاك استنشاك كل المشاعر اللي من جواه بقى سواء هي غضب سواء هي حزن استرس كل الكلام ده وأنا بكتمها كده وبخرجها كإني بلم كل مشاعر دي بنيت الطرد أنا بخرجها بفضي فعلا في الوقت ده بيحصل كده حرفيا بلاقي يعني لو عملنا الموضوع ده تسع مرات وارا بعد كده نهد تسع مرات نعمل عملية اللي أنا شرحتها دي تسع مرات ضغط هيتزبط ضربات قلب سريعة ترجع تاني في معدلها للطبيعي هحس أن أنا بفصل هي الفكرة هنا أن أنا أفصل عن المشاعر والشرنقة اللي أنا حطيت نفسي فيها يعني كأن أنا كده محاصر بين أفكار سلبية أو بين على حسب بقى الموقف ده عمل فيها كذا وده مش عارف حصل إيه والشغل فيه كذا والبيت كذا والمديات كذا فبحس أن أنا محاصر فلازم أفصل خالص عن الدايرة دي بالتدريب اللي أنا بقوله ده تدريب استرخائي سهل جدا أن نعمله في البيت أو في أي مكان طب الدكتور فيه ناس كتير لما بتسمع الكلام ده بيقولوا يعني أنا مشاكلة كلها تتحل لما أنا هقعد وهتنفس بطريقة 4-2-4 لأ بس عايزين نعرف وده بيعمل إيه يعني هل مثلا أنا لو فضلت أعمله لمدة شهر هل ده حيساعد بإيه وحيساعد إزاي هه ده مشكلة أكيد مش تتحل بس يعني عايزي أعرف بيأثر إزاي على المشكلة اللي الواحد حاسس بيها يعني لا طبعا ليه تأثير كبير جدا لأننا الأعضاء الحيوية كلها بما فيها المخ بيتغز على إيه على الأكسجين صح وبالتالي أنا كإني في الوقت ده ببتدي يدخله كمية معانا بشكل منتظم عشان كده احنا قلنا ليها عدد فبيبتدي أنه يفرغ الشحنات فهي ليها تأثير مهم قوي لأنه زي ما كنا بنشرح في أول حلقة أن ممكن في الوقت ده يحصل تظهر سريع جدا فأنا بوقف ده حالا بس مش معنى كده أن أنا بس عملت ده خلاص أنا خفيت لأ أنا بقول دي حاجات احنا بنعملها أول خطوة في حاجات تانية كتير يعني مثلا زي الميديتيشن أو اللي هي تمرين الاسترخاء زي اليوجب أو كده صح ولا أنا الغلطانة لا فعلا هي مدرسة من مدرس اليوجب بكل بساطة جلسة استرخائية يعني بيبقى بدايتها برضو التنفس بس بنكمل أكتر شوية أن احنا نقعد في مكان هادي نتخيل حاجة positive أحس أن أنا في الموقف فعلا أو جوه الصورة دي فعلا سواء الحاجة دي حصلت أو بتحصل أو حتى نفسي أنها تحصل على فكرة الثقافة دي موجودة عند ناس كتير قوي يعني فيه حتى وإحنا النهاردة بنتكلم بخصوص لعب رياضي فيه لعبين كتير أشهرهم مثلا حتى زي محمد صلاح أنا سمعته في اللقاءات كتير جدا بيقول أن أنا قبل ما باجي مثلا عندي ماتشة أو عندي حاجة لازم الأول حتى لمدة خمس دقايق أو عشر دقايق قعد أعمل meditation بتخيل الصورة الإيجابية اللي هتحصل بتخيل نفسي في الماتش وأن احنا كسبنا وهكذا فهي نفس الفكرة اللي بنقلها وخصوصا لحد تعبان أو حاسس أنه هو عنده سترس فتخيل أنه هو بيساعد جسمه لأن العقل اللواعي هو بيتبرمج على حسب المشاعر والأفكار اللي أنا بديهاله فأنا بحوله من حالة إلى حالة أخرى فإيه اللي بيحصل جهاز المناعة اللي احنا كن بيبتدي تاني على الجسم بيبتدي تاني يا ده الضغط بيبتدي تاني ينتظم كل دي حاجات مهمة جدا وممارسات صحية يعني مش ضروري أن أنا أستنى لم أتعب قوي عشان أعملها أنا لو حفزت عليها أن أنا أعمل حاجة دي عمتا كل يوم أنا أوردي أه مش هتعب ومفيش مانع برضو أن أنا أستشير حد طبعا ربما في حاجات معينة أنا مش واخب بالي مانع يعني برضو مش عايزين نهمل هذا الجانب طيب دكتور يعني حضرتك عايز تقول أنه الإنسان يفصل يفصل مثلا بمديتيشن زي ما حضرتك قلت يفصل بالنهاية تنفس بالطريقة لحضرتك قلت لنا عليها وممكن برضو يفصل أنه يلعب رياضة يفصل أنه يلعب رياضة يفصل أنه يعمل حاجة بيحبها بالزبط حاجة بتريح قلبه صح كده فيها أفكار كتير جدا لو تكلمنا كده يعني مبدئا يفصل من المحيط السلبي يفصل من ناس التوكسك يفصل من أي مشاكل يفصل أنه هو ممكن يلعب رياضة يمارس هو هو بيحبها كتير مننا بيبقى عنده حاجات هو بيحبها بس مع المجلوليات الحياة والوقت وكده بينساها لا خلي وقت لمساحتك الشخصية حتى لو أنت بتشتغل أو بتعمل أي حاجة خلي على الأقل فيه وقت تتمارس فيه الحاجات اللي أنت بتحبها أوكي أوهو ده أنا بشتغل هو على البراصم بيساوي أكتر من وقت للتاني استجم حاول تفصل لو تقدر تسافر يوم يومين ثلاثة ياريت تعمل كده يعني اهتم بالجانب إحنا بنهمل جدا الجانب الشخص يعني دايما مع عجلة الحياة ومع المسئوليات والضغوط والشغل بنهمل نفسنا أوكي طيب دكتور أنا هسأل حضرتك على حاجة حضرتك ذكرت من شوية أن محمد صلاح بيتخيل مشهد مثلا أنه بيدخل جول وأنه مثلا النادي بتاعه كيسب أو كده بتاعي دي حاجة اسمها أفرميشن أو أن الإنسان بيمخه بيبتزي فعلا يترجمها أن هي ممكن بتحصل حتى لو بتحصل منها جزء صغير طيب ممكن هل تشرح للمشاهد بطريقة بسيطة إيه هو الـ أفرميشن إحنا بنشوف مثلا فيديوهات بتطلع على السوشال ميديا بتاع بنات صغيرة بتطلع تقول على فكرة أنا بنت صغيرة أنا حلوة أنا جميلة أنا زكية أنا ما حدش يقدر يدايقني الكلام اللي هو بيتقال قدام المراية الكلام اللي احنا نفكر فيه قبل ما ننام إزاي ممكن يساعدنا تمام هو خلينا نقول إن الفكرة بتاعت اللوف أتراكشن أو اللي هو قانون التجازب الفكري أو قانون الجازب يعني هو ببساطة إن كل ما أنا بيبقى عندي فكرة ومؤمن جدا بيها وبمارسها كتير يعني إيه بمارسها كتير يعني بقررها كتير زي ما قلتي كده دي بنسميها حتى التوكيدات الإيجابية إن أنا الرسالة إيجابية بفضل أكررها كتير أنا كده ببرمج عقلي اللي وعي عليها فبتصبح حقيقة فعلا وتتجلى في العالم الخارجي يعني إيه يعني أنا عندي إيمان كبير عارفة فكرة تفائلوا بالخير تجدوا تجدوا يعني هو فعلا موجود بس أنت عليك جزء الأول هو اليقين بربنا وأن أنت تبقى فعلا متأكد أن ده هيحصل وتتفائل يقول لك برضو كل متوقع آت خلاص دي كلها كوانين كونية على فكرة فهي الفكرة في كده إن أنا بأكد لنفسي فكرة معينة وببقى عارف وعندي يقين جدا إن هي هتحصل وعيشها بشكل كأنه فعل مضارع إنه فعلا بيحصل وبالتالي بيتجلى فعلا في العالم بتاعي فنيجي بقى على سبيل المثال إيسي على كده أي حاجة في الدنيا أي أن كان يعني هتلاقي بي زي ما قلت حد عايز نصاني يكبر في شغله حد عايز يحس أن فيه مشاعر معينة سلبية مؤثر عليه حد دايقه بكلم وحش فهو يقول لنفسه قدام الملاية لا على فكرة أنا مش كذا وكذا وكذا أنا أحسن من كذا وأقدر أعمل كذا وأنا جامد وأنا كويس وأنا زكي صح؟ لأن فعلا العقل بطن بيبرمج كده يعني كأنه حاجة الميكانيزم بتاعي بتشتغل بالطريقة دي فأنت كده ببرمجيها إيجابية فبيعمل إيه؟ بيعمل حاجة كتير جدا يعني هتلاقي عايز أجذب أهداف عايز أجذب نجاح زي ما أنت قلت عايز أجذب كاريزما عايز أجذب وفر فيه فلوس يا دكتور احنا عايزين كلنا فلوس ممكن فلوس؟ ما هيكت لسه أقول لك الوفرة المالية ايا يعني لما أنا قرر حتى ليها ليها والله تقنية وتمارين معينة وخطوات معينة بنمشي عليها وقلنا عليها يا دكتور طيب القوانين دي عشان كلنا يجي لنا فلوس وكلنا نبسط الأول هسأل سؤال كلنا نفسنا يبقى معنا فلوس كتير وكذا فتيجي تسأل نفسك هل أنت حددت بالزبط أنت عايز إيه وهتعمل إيه احنا كلنا بنحلم وخلاص يقولك لأ لازم تحدد بالزبط يعني مثلا هقول أنا عايز أشتري مثلا عربية بالزبط كده أوكي خلاص عايز في نهاية مثلا عشرين وعشرين أن أنا يبقى معايا كذا لازم أحدد التارجت يعني ما ينفعش أن أنا عايز فلوسك خلاص أنا عايز فلوس كتير وخلاص ما تنفعش إحنا عايزين نحدد أنا عايز فلوس أجيب بيها عربية أنا عايز فلوس أجيب بيها بيت أنا عايز فلوس أصرف بيها مثلا على الولاد بالزبط فلازم أن أنا أحدد بالزبط ويبقى في ديدلاين مهمة قوي لأن ده اللي هيخليني أبقى عارف يبقى أول حاجة يا دكتور عشان هعملها أنا أول واحدة يلا أول حاجة نحدد أيه أحدد إيه هو الهدف إيه هو الهدف ولو إحنا بنتكلم عن الوفرة المالية تحديدا أحدد رقم ماشي يعني أو لو مثلا في شغل أنا عايز أترقى وأبقى في ده بالزبط فعشان توصلي لده لازم أنت يتحدديه عشان ما بقاش عشوائي تاني حاجة بنحددها يا دكتور الوقت لازم أحدد ديدلاين الوقت ديدلاين هعمل ده قد إيه هحقق البرنامج ده خلال إيه أوكي ده مهم جدا خلاص أن مثلا أنا ما أقولش أنا نفسي مثلا في عربية أو في بيت واسبة مفتوحة تجيلي بعد مثلا أنا عندي 105 أنا عايزة في حدود أنه مثلا تجيلي في خلال سنة أو مثلا 6 شهر والله عارف أقولك حاجة بمناسبة موضوع العربيات ده فيه فنانين كتير كان يقولك من وانا صغير أنا بحب العربيات جدا وكت كده جنب السهير بتاعي في القودة بتاعتي بحط السور العربيات اللي أنت تخيلي عربية بعشرة مليون وخمال اللي هو هجيبها إزاي وانا أصلا ما معيش عشرين جنيه بس هو عنده أو ده قانون جذب هو متأكد أنه هيعمل كده وهيوصل كده وعنده يقين وحلمه وعايش عليه بجد ده لوف أتراكشن فبالتالي أن أنا بعمل بقى توكيدات يعني الخطوة اللي بعد كده أن أنا أبتدي أعمل توكيدات أن أنا فعلا هوصل للموضوع ده بس بصورة فعل مضارع يعني أن أنا إيه أن أنا قريدي أمتلك كأنه تحقق أيوة بالضبط ماضي بقى لا مضارع إزاي يعني 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 هو متحقق قريدي أقصد كده يعني بمعنى إيه أني أنت قريدي دلوقتي نكحة أنت قريدي دلوقتي معاك العربية دي أنت قريدي دلوقتي نكحة في البرنامج اللي أنا بعمله كذا كذا ومكسر الدنيا أنا عايش ده فعل مضارع ده بيخلي بيحصل تناغم في كل مشاعري وأفكاري وعلى المستوى الإيموشنال فبيحفزني أن أنا فعلا ببقى برن أكتر للموضوع ده أو بتحرك أكتر في الموضوع ده وطبعا يقيني ربنا إن أنا عندي آه ده دي حاجة برضو مهمة جدا خلاص إن أنا عندي يقين كبير في ربنا إن فعلا إلا أنا بعمله ده ربنا هيوفقني وهنجح فيه والريدي هيتحقق يعني أنا مش بشك في الحتة دي إن فيه ناس تلاقي دخل كده الشيطاني وسويسلو إنسى ده عمره ما هيحصل طب تحظل أنت عمرك ما تدر لا أنا عندي يقين إن ده هيحصل وآخر حاجة وأهم حاجة في كل ده يعني معظم النصائح بالله وقفت عند النقطة ديه بس العمل السعي السعي إن الله لا يغير ما بقومن حتى يغيره ما بأنفسه صح فطبيعي إن أنا بعد كل ده مش بقيت بحلم وخلاص حددت وقع بقى مستني إن هي لأ طب أنت بتعمل إيه يعني مثلا لما أنت تقولي لي أنا هعمل برنامج تريندس موسم جاي مش عارف فين وهلف بي العالم وأعمل كذا كذا فهاجة أسألك هقولك طب حالا دلوقتي أنت شغالة جوه المطبخ في ورش بتتعامل إحنا قريدي بنعمل ده ولا قاعدين وخلاصوا مستنيين هتقولي لي لأ أنا فعلا شغالة وبروح والتيمورك بيعمل كذا وشغالين على كذا صح كده صح مع الحاجات اللي قلناها كلها والله هتوصلي هتوصلي بإذن الله يا رب كلنا ويمكن يكون أفضل أفضل كمان مما نتوقع بإذن الله ده يقين في ربنا تفائلوا بالخير دكتور محمد الفايد بنورتيني النهاردة والله يا دكتور وخليتنا ناخد خطوات كثيرة كده النهاردة هرجعهم على طول مع ناس يا جماعة أول حاجة بنحدد إيه هو الهدف اتنين بنحط دادلاين إنه في مدة معينة هنعمل فيها كذا تلاتة إن إحنا بنأكد على إن إحنا عايشين الحلم بتاعنا أقرروا كتير بالضبط أربعة إن إحنا طبعا يعني هيا المفروض رقم واحد بس إحنا مش مرتبينهم اليقين بربنا وخمسة الساعي مظبوط نورتيني يا دكتور جدا النهاردة مرسي جدا شكرا لكم وبكده يكون خلصت حلقاتنا النهاردة استنونا إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي في نفس المعيد باي باي